اشتركوا في القناة بعد ان تشاهد هذا الفيديو ان تعرف من يحبك ومن لا يحبك عشرا الانعكاس لو لمست شعرك وضعت يدك على رجلك وكان معك شخص وفعل نفس الامر فهذه علامة على انه على الارجح معجب بك الشخص المنجذب لشخص اخر يقوم تلقائيا بتقليد نفس حركته وهو ما يسمى بالانعكاس والانعكاس هي طريقة يتم بها قول انا احبك والدراسات تقول ان هذا يشعر الناس بالامان ويجعلهم يتشاركون المشاعر ويثقون ببعضهم الامر ليس فقط حول تقليد الحركات كوضع اليد او لمس الشعر ولكن ايضا تقليد تعبيرات الوجه وهو يحدث من جهة البنات اكثر من الشباب ولكن الرجال يفعلونه ايضا من وقت لاخر تاسعا العيون اذا اردت ان تعرف مشاعر شخصنا الحقيقية نحوك انظر في عينيه لذلك في المرة القادمة التي تتحدث فيها مع شخص تعتقد انه يحبك انتبه جيدا لعينيه لانه على الارجح سيتسع بؤبء عينيه ويصبح اكبر لان عيون البشر تتسع بصورة طبيعية عندما يرون شخصا هم منجذبون له وهناك عيون تنقبض وتصبح اصغر عندما يرونك وهو ما يعني انهم لا يحبونك البعض يعتقد ان هذه الفكرة لا تنجح ولكن هي صحيحة وفعالة للغاية والفشل فيها يكون بسبب لضغط العالية جدا او الخافتة جدا لانه يصعب على العين الاتسع او الانقباض في حالة الضوء الصاطع او المنخفض لذلك انتبه جيدا لعين الاشخاص ولو اتسعت فهذا يعني انهم يحبونك ثامنا الشعر هذه الصفة تصلح بصورة رئيسية للرجال اللي يعرف بها ان النساء تحبهم ولكن من الممكن ان تفيد النساء بعض الشيء اذا وجدت شخصا ما يلمس شعره بينما يتحدث معك فهذا يعني انه قد يحبك عندما يعدل شكل شعره من اجل ان يبدو بصورة افضل فهذا رد فعل تلقائي يعني انهم منجذب لك الفتيات خصوصا يقومون بتحريك شعرهم كثيرا للفت انتباه شخص ما وهو ما يعتبر علامة قوية على الاعجاب السابعا اللعب المليء بالضرب الصبية الذين كانوا يدفعونك عندما كنتم صغار هذا على الارجح دليل على انهم معجبون بك هذا الامر لا ينطبق على الصغار فقط ولكن على الكبار ايضا فاذا كان شخص ما يلعب معك بعنف مثل القرص او العض او اللكم فهذا دليل على انه يحبك ولكن احترس فبعض اللكمات العنيفة تعني انهم لا يحبونك سادسا لغة الجسد لغة الجسد هي احد مفاتيح التواصل ومن الممكن استخدامها لمعرفة من يحبك ومن يكرهك وهنا بعض الحركات التي تعني ان شخصا يحبك على سبيل المثال اذا كنت تتحدث مع شخص ما ورفع حاجبه فهذا يعني انه مهتم بما تقول ولو كنت تتحدث مع شخص وما لناحيتك حتى مع انه يسمعك جيدا فهذا يعني انه معجب بك لانه يحاول ان يتقرب منك لانه مهتم بما تقول هو منجذب لك ولو كان شخص يجلس امامك ويفتح ساقيه فهو يحاول ان ياخذ مساحة اكبر ليجعلك تلاحظ وجوده ولو جعل ساقيه متشابكين فهذا ايضا علامة على انه معجب بك خامسا تذكر التفاصيل تحدثت مع الشخص ثم افترقت وبعدها قابلته اذا وجدتهم متذكرا لتفاصيل محادثتكم فهناك احتمالية كبيرة ان يكون معجبا بك لان الدراسات تؤكد انك لو كنت تحب شخصا فعلى الارجح انت ستتذكر كل تفاصيله الصغيرة بنسبة 70% ونفس الامر اذا سألك شخص ما مجموعة من الاسئلة فهذا من اجل ان يتعرف عليك وعلى حياتك اكثر اذا وجدت شخصا يتذكر طعامك المفضل او فيلمك المفضل فهو على الارجح يحبك رابعا الضحك طريقة فعالة لتعرف بها ان شخصا ما يحبك ويسهل التأكد من خلالها طالما انك منتبه فانت لو كنت في مجموعة والقيت دعابة وضحك جميعا فاول شخص ستنظر له سيكون الشخص الذي تكون معجبا به ويوجد لديك مشاعر نتجه وهو ما يجعلك مهتم لتعرف رد فعله اول شيء كما انه من الارجح ان تضحك اكثر اذا كان الشخص الذي تحبه يضحك وهو ما يشبه قليلا فكرة الانعكاس التي سبق وذكرناها حيث انك ترغب في ان تظهر لهم انك تشبههم لذلك في المرة القادمة التي يقال فيها شيء انظر حولك لترى من الذي ينظر لك ليرك وانت تضحك ثالثا البدء عندما يكون شخص هو دائما من يبدأ بالتحدث او التواصل معك او ارسال رسائل ويخطط للقيام بامور معك فهناك احتمالية كبيرة انه معجب بك او لو كان يضع خططا ولا يضيف بها اشخاص اخرين فهذا يعني انه يفضل قضاء وقت خاص معك وقد يشعر بالتهديد من اي منافسة محتملة ثانيا العصبية من العلامات الرئيسية والواضحة تماما ان يصبح الناس اكثر توترا وعصبية عندما يتحدثون مع من يحبونهم الاشياء التي يجب عليك البحث عنها هي الراحة المتعرقة والعبث بالاضافر هذه هي العلامات التي تدل على ان شخصا ما معجب بك هم يفكرون كثيرا فيما سيفعلون وهذا يجعلهم متوترين وفي النهاية سيبدون غرباء او حمقى اولا المجاملات اذا كان هناك شخص يجاملك فهو على الارجح يحاول ان يخبرك انه معجب بك ومنجذب لك او يحاول ان يجعلك تشعر بتحسن وهذا بسبب انك تعجبه او هو يحاول ان يدفعك ان تجامله بالمثل في محاولة لبدء التواصل معك وعلى الارجح من يحبك سيمجد شخصيتك بالاضافة الى مظهرك اذا المرة القادمة اذا كنت تشك ان شخصا ما يحبك ابحث عن هذه العلامات للتأكد وحتى لو كنت لا تحبهم حاول ان تكون ودودا معهم لتسعدهم اذا اعجبك الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك بالقناة كما يمكنك تفعيل الجرس بجانب زر الاشتراك كي تكون اول من يتوصل بجديد الفيديوهات اشتركوا في القناة